قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم قناة مقبلين في رمضان وكان يحتاج الإنسان يسلم الهدف لماذا لعشرة عربية صيام حماسنا رمضان يحتاج الهدف ما الهدف؟ وكان تليد الآية أنا ستجاوب إن شاء الله تبارك وتعالى في السؤالات أريد أن ربي سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوا إذن الآيات بين أحد بأن الهدف من الصيام يقال تحقيق التقوى وكان إن شاء الله تبارك وتعالى أرى نبيد فما سنميت فتقوى الحقيقة ان تقوى ما استيقان أشكو أرنت الله يقوت محن نسلاء أو أنظرك تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ اتَّقِ اللَّهَا يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا اللَّهَا يعني مي جانا تقوى قبل أن نسبين المعنى يخصح الزوار النظر أن يميد في مدينة النقطة يتمسأل المشتغان هو النربي تبارك وتعالى يشرح نحن السيام يكتفلت نحن السيام باش ميت أن نحقق تقوى نربي تبارك وتعالى يقوم بتقوى نربي تبارك وتعالى وكاذب من الليل عن العبادة أن تنقذ كما هي ما هي تحتويش تقوى نربي تبارك وتعالى وكان يجب إحساسة نحن مخ اللي فالحلق نربي تبارك وتعالى الجنوس للإنس إلي كونه كل المخ جواب أحده الآية اللي حاتنا ربيطة بارك وتعالى وما خلقت الجن ولنسى إلا ليعمدون إذن الغاية اللي في خلق ربيطة بارك وتعالى الجين للإنس ماستيقان العبادة مزيح العبادات اللي في خلق ربيطة بارك وتعالى الجين دمس للإنس أنت تكلت يسكرت ربيطة بارك وتعالى ما رحصت ربيطة بارك وتعالى باش نحقيق تقوى ربيطة بارك وتعالى باش نسن بأن التقوى داسية المكانة حما سندين نحن مقور بها يخصى لاسن في اللوقت الكاملة باش لاسن نسن كل شي إن ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقوا ربيطة بارك وتعالى إنه يا أيها الناس أعبدوا عبدات ربيطة بارك وتعالى لاش لعلكم تتقوا العبادات كلت التي من أجلها يخلق الله تبارك وتعالى الكون يخلق ربي الجن لإنس يخلق ربيطة بارك وتعالى باش نحقيق تقوى ربيطة بارك وتعالى إذن تقوى يعني تقاتل عبادة بهرام القرن تقاتل عبادة لحب ربيطة بارك وتعالى إذن صيامة كلت يشرع تربيطة بارك وتعالى يمرح تربيطة بارك وتعالى يفرط تفلط نحر بي عز وجل من أجل ماذا أن حقيق تقوى نربي سبحانه يكتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقوا فما هي التقوى ميغان ميغان التقوى غانا فينا لتأجي أن يؤصوا موجنه الحاليث لتظنين إن قسر رسول عليه وسلم والصوم جنة ميغان جنة أي وقاية أشكول إنسان يخصى نغلدي عكش من رمضان يخصى أن النظوم رمضان يعني حق وظوم يعني النظوم حق السيام أغنو نتلعب أشكول كل إنسان يسلن ما يسمى بقطاع طرق غولي ريك نقراك دميت دحقيقنا تقوى نربيطة بارك وتعالى غولي ريك نقراك دميت دمس نحق الأهداف أو الأهداف ليش لي لكي من الربي تبارك وتعالى سببتغلاء اللي يعني التشكيل رمضان سيكون حمسنا المسلسلات دمس الأفلام تقول وما إلى ذلك لكي كانت لأن أفعل столько من الصيام لتصدوق لكي من الرجل لأنك تغفلتك يا حمس لهادفنا على نصير لهادفنا من الأفلام الغلاف أن نعيش الزمن رمضان قسمت المكلاء رمضان قسمت لنعب فكهة دوا داخلوا فهمتها ويكونوا على الرمضان ورمضان ترويب الترويز على الحمسة ويترويب الترويب على شبكيات وحلويات ويقبوا يقولوا كل ما هؤلاء ينتهي ورمضان حتى أتطلب أن ترويب الترويب على كلاه ويعني ذهب رمضان لنجم الترويب على صيام كتب عليكم الصيام والصيام هو التركي الصمح للغة العربية وهو الترك ومطلق والترك وكان غير التركي مخصوص في الإنسان المكلة دمسنا الشراب بنية تعبد بنية تقرب الله تبارك وتعالى من طروع الشمس يعني من طروع الفجر إلى غروب الشمس لانه تركيز في رمضان غير اكيد من قرب رمضان يتقرب رمضان يتعلق على رمضان يعني رمضان يتعلق يتسمى الأخوة مع أن السلف ذر الرسول عليه السلام ذر الصحابة ألفان كل شيء دولة كلت من أجل ماذا تحقيقنا الهدف من الصيام وهو التقوى لماذا تقوى؟ كيف يتعلق الإنسان مثلا حق الصيام يتعلق كليسيوم الربية يعني حرارة الإيمانية التي تستفت حرارة مستمرة طيلة العام كيف يتعلق الصيام لم يتدرس اي فورم تنجحت تنجحت مثلا تتعلم 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 أي أبدا قريبا ماذا تدعلم تتعلم 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 ففي الحاليات العاما كلتا الداحيات في رمضان اضمي يفاك دحيات القوة تصير دح العاما كلتا وهكذا كما قررت ربي تبارك وتعالى وهو عنك راضي هذا هو اللي قال الهدف اكي كيف لرمضانا الصيان ارتزمت الكنين للخميس ثلاثين من كل سهر اكي كيف المثلا عن رمضان ايش يعني حفظه الجوارح ورسوس كانت الغيبة ورسوس بموت ولا قدا لان الشياطير اللي مقرن تصفر ارتقياد 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 انسان ارتقياد انسان العبادات قراءة القرآن المحافظة على مدى الصالوات حمس الوقت اكي فهرمضان ارتاحياشك رمضان ايش ارتقياد الهدف ارتقياد ارتقياد ميت تقوى تفكر مزيان يخصح أن نستغل الأوقات نحن قلت الوقت يجاء ثمين يجاء غلاء 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 الوقت يقول ربي سبحانه وتعالى في غير ما آية قلت قلت ربطة بارك واسمس الوقت علاقة اللي حتس يقول ربطة بارك واسمس الوقت يجاء عظيم اطفيت لأهمية بهذا مقورن يخصت استطمرت عن الوقت نك رمضان يجايت نعمة مقورن استغلت مزيان قلت قلت فلت ولو احتفيت ولو سعى إلا وفتربي تبارك وتعالى إما قرأة القرآن وإما كثرة الأذكار وإما المحافظة على الصلاوات حماس المشجيد وإما النصح لإخوانك أو أخواتك تجعل حماس الميت العبادة ربية تبارك وتعالى يعني تقول هكذا هل نريد استمر الخلاد حماس الميت العمان ديوشكين إن شاء الله تبارك وتعالى أشكورن السن كوني ما نقورا ديوشك الموت يخصا السن مسألات ما نقورا ديوشك الموت الله تعالى ما نقورا ديوشك الموت تفكد حماسنا الحاليات في طوبالك هنيئا لك لكن الميت نقصود نمدى الموت أشكو الميت ونسكرن والو ونسكرني ما بعد الموت ونسكرن والو قصودن أدي 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 هجم الموت يفتنح يد الحالة مشية هذه يد الحالة اللي خالف نصر عن ربي تبارك وتعالى لاحظ ظاهر واللاحظ باطن مشكلة الإنسان أريد أن أدي لقصنا بعض العلم إن الموت لا ينتظر استقامتك فاستقم وانتظر الموت هنلموت ورد تقل أريد أن تقديد كيه أريد أن تستقم كيه وإنما استقم كيه لقد تفمت مستقيم على الصراط المستقيم أشكر الموتة أوردت أعلم أوردت أعلم يقصنا بعض العلماء والموت يأتي بغته والقمر صندوق العمل صبر على أهوالها لا موت إلا بالأجد إذا الإنسان يخصى يستغل أرمان النظار في طاعة الله تبارك وتعالى ها؟ بش الحرارة الإيمانية أتغى مستمرة طيلة السنة أدنرنتني ميغان تقوى يحضر بالإنسان يحقيق تقوى يسبين بعض الأوصاف اللي يتكرب بطاعة وتعالى أشكر الأوصاف المتقين قوت نتحمسنا القرآن يتكرب بطاعة وتعالى على سبيل المثال مثلا ألف لام مين ذلك الكتاب هدى للمتقين هدى للمتقين من هم؟ الذين السنة أسمون الموصول هنا محل جر سفة المتقين للمتقين هذه الأوصاف أيها سنة من السفة بالصفة الى ازران الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينما رزقناهم ينفعون فيه اوصف والذين الى اخيره ان شاء الله تبارك عنه وهو هو تعالى احضر رب تحقق الاوصف اللي يتكرر رب تبارك وتعالى المتقين حل القرآن حمسنا السنة النبية عليه الصلاة والسلام هنت جيت من اهل التقوى ان شاء الله تبارك وتعالى هنت جيت من من حقق التقوى ممكن ان يخصي لازم استحققت لازم اشكر بطبارك وتعالى في غير ما اياركتني يا ايوه الذين امنوا اتقوا الله وانتنظر نفسه المقدمة يا ايوه الذين امنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايوه الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ايوه الذين امنوا اتقوا الله سبحانه وتعالى اذا الهدف من الصيام الهدف من رنضان ما تيجا نربي تيجا تحقيق التقوى ان حقيق تقوى نربي تبارك وتعالى وكان حلقات دوش كان ان شاء الله تبارك وتعالى ما فننسول فما هي التقوى وما هي اوصاف المتقين وما هي ثمارات المتقين حصة دوش كان ان شاء الله تبارك وتعالى ارسل فمسلم اشكاد اقول قولي هذا واستغفر الله عليكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين